في لقاءة القمة وتصنف تحت بند الأساطير لكن عندنا مؤمن زكريا في عشر مواجهات قمة بين الآلي والزمالك قدر النادي الآلي يفوز في وجود مؤمن زكريا ست مواجهات وتعادل فريقين مواجهتين وهزمتين من نادي الزمالك لكن الكابتن مؤمن زكريا كان بمعدل كل مباراتين بيسجل هدف خمس أهداف في عشر مواجهات زي ما قلت لحضراتكم أساطير موجودة في أندية أخرى تقريبا تسجيلها للأهداف يعني ممكن هدف أو هدفين بالكتير الله يا أحمد أنا باستغرب لما حد يجي يعلق عن أبرز الغيابات في فريق منافس ويجيب لاعب كل تاريخ وهدف في النادي الآلي ويقول غياب الأسطورة الزمالكوية كذا حاولنا نعمل إحصائية لقينا الإحصائية تبقى فاضية تقريبا ما فياش حاجة فقولنا نذكرها لكم كده وإحنا بنتكلم